في خلال الـ 12 إلى الـ 24 ساعة القادمة راح نحصل على أحد أكبر حركات البيتكوين في التاريخ فاليوم جمعة راح أتكلم عن إيش اللي راح يحصل لازم أجهزكم لكل شيء يحصل الآن في عندنا بعض الأخبار العاجلة بخصوص إيش راح تكون الحركة في عندنا هنا مصادر من الـ SEC تقول لنا في الواقع إيش اللي راح يحصل راح أتكلم عن بقية سوق الكريبتو وكمان راح أتكلم عن استراتيجية تداول تبعي تداولاتي وأخططي وأكل شيء آخر فتأكدوا جماعة بأنكم تظلوا معي من البداية إلى النهاية مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن المترقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة ضغط لزر الاشتراك وفاعل الجرس الآن طيب خلونا نبدأ هنا الآن على فريم الأربع ساعات تقدروا تشوفوا جماعة هنا بعد أن حصلنا على هذا الارتداد الكبير إحنا الآن هنا نشوف نفسنا بين هذا النطاق هنا بين هذا الخط الأحمر في الأسفل والخط البرتقالي في الأعلى وهنا على فريم الأربع ساعات حصلنا على رفض أربع مرات مرة مرتين ثلاثة أربعة أربع مرات على فريم الأربع ساعات وبعدها في الواقع حصلنا هنا على ارتداد وانخفاض محترم إلى الأسفل ولكن نجوف هنا جماعة حصلنا على ارتداد هنا ولكن ما نزلنا حتى إلى هذا الخط الأحمر فهذه هنا إشارة قوة في السوق والآن الأشياء شكلها جيدة جدا وإحنا الآن قريبين جدا من قرار الاتف فحاليا ما يهم بشكل كبير المنطقة اللي احنا فيها وأنا أريد تكلمت عن السيناريوهات اللي أعتقد بأنها راح تحصل أنا أريد تكلمت عن بعض الأهداف سواء إذا تم الموافقها على الاتف وكما تكلمت عن الأسعار والسيناريو في حال تم رفض البيتكوين ايتي اف فاتأكدوا جماعة بأنكم ترجعوا وتشوفوا الفيديو تبعي السابق اللي اتكلمت فيه عن كل هذه الأشياء هنا في هذا الفيديو قبل سبع أيام تحذير عجل السبوت بيتكوين ايتي اف ليس كما يبدو فاتأكدوا جماعة بأنكم تشوفوا هذا الفيديو إذا عايزين تعرفوا أكثر عن هذا الشيء ولكن حاليا اللي يقدر نعمله وهو إنه ننتظر إحنا أريدي مجهزين لهذا الشيء منذ عدة أشهر فإحنا الآن فقط نستنى وإحنا أريدي الآن في عندنا خططنا وإيش اللي راح نعمله وكل سنة رهات المختلفة فالآن فقط هذه هنا مسألة وقت وجماعة في عندي وقت محدد راح أقول لكم ياه هنا بعد شوية ولكن أول شيء خلونا نتكلم هنا بشكل سريع عن الإيثريوم الإيثريوم هنا لسه داخل هذا النطاق ويبدو إن الإيثريوم هنا شوية ممل لأنه إحنا لسه قاعدين داخل هذا النطاق منذ فترة طويلة في الإيثريوم فهذا هنا على الفريم اليومي وإحنا الآن في هذه الحركة الجانبية منذ أكثر من شهر فهذه هنا بصراحة يعني شيء جيد بصراحة لإستراتيجية دول تبعنا بأنها تأخذ الأرباح في الأعلى وتشتري في الأسفل فتشتري هنا في أثناء الهبوط وبعدها تبيع في أثناء الصعود تشتري في الهبوط وتبيع في الصعود تشتري في الهبوط وتأخذ الأرباح هبوط شراء وبعدها تأخذ الأرباح فعشان كده جماعة البوتات كانت في الفترة الأخيرة أداءها رائع جدا ورح تتكلم طبعا عن هذا الشيء لاحقا في هذا الفيديو طيب وبالنسبة للأسواق التقليدية ففي الواقع هنا مثيرة جدا للاهتمام لأن الأسواق التقليدية في الواقع مش في أوقات جيدة الأسواق التقليدية هنا قاعدة تهبط بشكل كبير من القمة هنا أورادي هبطنا 2.5% على أفريم الأربع ساعات وهذا هنا منذ نهاية ديسمبر فالأسواق التقليدية هنا قاعدة تهبط بشكل كبير فهذا هنا بكل تأكيد شيء لازم الواحد يحطعينه عليه ولأن جماعة خلونا نتكلم عن الأشياء الكبيرة لأنه بعض المحللين والصحفيين قالوا بأنه سمعنا بعض المصادر لأنه يقولوا في وقت قريب جدا الأس إي سي راح توافق على كثير من مقدمي الطلبات هنا للحصول على البيتكوين سبوت اي تي اف واللي توقعه هو أنه راح يتم الموافقة عليه بكرة بمعنى أنه اليوم يوم الجمعة لأنه هذا هنا تم نشره أمس فيوجد الآن يجمعه مصادر أكثر وأكثر يقولوا بأنه راح يتم الموافقة على هذا الاتي اف اليوم ولكن في عندنا كمان أندرو اللي في عنده دائما معلومات جيدة بشكل عام يقول بأنه محتمل بشكل كبير من اللي قاعد أسمعه بأنه ممكن يحصل يوم الجمعة ولكن بشكل أو باحتمال أكبر يوم الاثنين ولكن كلاهم يجمعوه على أنه راح يتم الموافقة على الاتي اف طيب والآن فقط للكلام يجمعها عن إيش اللي نتوقعه من الاتي اف على المدى الطويل تم عمل استطلاع هنا من قبل مستشهرين ماليين في البيت وايس قالوا بأنه فقط 39% يتوقعوا بأنه البيتكوين اي اف راح يتم الموافقة عليه في 2024 فهذا جماعة هنا من مستشهرين ماليين هؤلاء ليسوا أشخاص في الكريبتو هؤلاء ليسوا ناس متابعين سوق الكريبتو هؤلاء فقط مستشهرين ماليين بشكل عام فاللي ورنا يا جماعة هذا الشيء وهو أنه الاتي اف ربما تأثيره لسه مش داخل في السوق إلى الآن لأنه كمان يقولوا بأنه 88% من المستشهرين مهتمين بشراء البيتكوين وينتظروا لموافقة السبورت بيتكوين اي اف قبل أن يعملوا هذا الشيء فهذا يورينا بأنه بالفعل راح يكون في طلب وزي ما قلت في الفيديو تبعي السابق لا تقللوه من قدر وهذا طبعا راح يكون على المدى القصير على المدى القصير ممكن نحصل على انخفاض وممكن يقولوا الناس بأنه أصابتهم خيبة أمل بسبب الأموال اللي تدفقت إلى البيتكوين من خلال هذه الاتي اف ولكن يا جماعة لا تقللوه من قدر اللي راح يحصل هنا في المدى القصير وبنفس الوقت وبشكل أهم لا تقللوا كمان من قدر اللي راح يحصل على المدى الطويل هذا هنا كله متعلق بضغط الشراء على البيتكوين هنا على المدى الطويل وكمان نكمل هذا هنا يقولوا بأنه الغالبية يشوفوا بأنه الموافقة على الاسبوت بيتكوين اي تي اف راح تكون حافز وعامل قوي جدا وثمانية وثمانين بالمئة من المستشعرين مهتمين بشراء البيتكوين وينتظروا إلى أن يتم الموافقة على الاسبوت بيتكوين اي تي اف هذا هي نفس البيانات اللي وردتكم يا هنا طيب ولكن كمان خلالنا نكمل 19% في وضع الكريبتو حاليا 19% من المستشعرين يقولوا بأنهما قادرين على شراء البيتكوين حاليا في حسابات العملاء فيعني الاسبوت بيتكوين اي تي اف راح يخلي هذا الشيء أسهل لهم لأنه حاليا فقط 19% والمتبقي هما 81% من المستشعرين بعد كده راح يكون في عندهم وصول سهل لشراء البيتكوين عن طريق هذه الاتي اف وبعد كده في عندنا هذا المنشور الكبير من قبل كاتلين تقول بأنه فيه أموال كثيرة في حسابات البنوك لها إلى المستشعرين الماليين أو ببساطة الوصول اللي يدروها فيعني إذا فيه فقط نسبة قليلة من هؤلاء المستشعرين انتقلوا إلى البيتكوين فهذا راح يكون له تأثيرات كبيرة على سعر البيتكوين فإحنا أريد يا جماعة عارفين هذا الشيء ولكن خلونا يا جماعة أعطيكم هنا تذكير بشكل سريع وبالذات للناس اللي كانوا يستخدموا استراتيجية تداول تبعي هنا لما تشوفوا إذا شفتم هنا على موفقة البيتكوين اي تي اف راح نحصل على بوم ارتفاع كبير ولكن في نقطة معينة ونتكلم طبعا عن الأهداف في أثناء الصعود هنا في فيديوهاتي السابقة لما نوصل إلى القمة في أثناء هذا الارتفاع الكبير فاحتمال كبير بأنه راح تحصل هنا على هبوط كبير بشكل سريع وفي تلك النقطة إذا أنت تستخدم استراتيجية تداول تبعي فلازم أنه مش في الوقت اللي يحصل في هذا الشيء لازم تعملوا هذا الشيء يا جماعة الآن إذا أنت تستخدموا استراتيجية تداول تبعي فأنا قاعد أكرر وأأكد هذا الشيء بأنه إذا أنت تستخدموا استراتيجية تداول تبعي يا جماعة فهذا هنا لفريج بـ 10X فإذا تستخدموا هذه البوتات بلافريج أعلى فأنا ما أنصح بهذا الشيء لأنه احتمال كبير راح يتم عمل لك لما تحصل هذه الحركة فخلوني يا جماعة أكرر هذا الشي وأكد عليه بشكل كبير حتى لو أنتم تستخدموا هذه البوتات بـ 5X Leverage فضيفوا مارجن كافي مش لما يحصل هذا الشي مش بكرة مش بعد ثلاثة أيام ولكن الآن لأنه لما تحصل هذه الحركة فبعدها معظم أو كثير من منصات التداول احتمال كبير بأنك ما راح تقدر توصل إلى منصات التداول كثير منها راح تتعطل أو تتوقف ما راح تقدر تعمل أي شيء في صفقاتك فضيف مارجن أكثر الآن إذا مش عايز بأنه يتمع مليكوديشن لك طبعا هذه مش نصيحة مالية انت اعمل اللي تحبه ولكن إذا شفت هنا على شيء مثل صفقاتي فتقدروا تشوفوا بأنه أنا استثمرت هنا 2000 دولار خلونا نأخذ هنا بوت دورة البيتكوين أنا استثمرت هنا دخلت 2000 اللي البيتكوين قاعدة تدول فيها وإذا شفتم هنا على المارجن اللي أضفته لهذا البوت فأنا أضفت مارجن إضافي هنا 4800 دولار حتى لا رغم أنه هذا هنا شيء غير منطقي لأنه الوصول هنا في البوت حاليا 9800 دولار فأعتقد بأنه اللي وضحنا يا هنا وهو الكمية اللي يتداول فيها الآن لأنه طبعا لسه ما نفت كل طلبات الشراءة هنا ولكن بغض النظر تقدروا تشوف هنا بأنه الأصول في هذا البوت هي 9889 دولار والمارجن اللي أضفته هو 4.8000 دولار فأنا أضفت هنا دبل كمية المارجن اللي استخدمها البوت وإذا ضغط هنا على أدجست مارجن فتقدروا تشوف هنا بأنه أقدر أقل هذا المارجن بـ 4800 دولار نعم زي ما تقدروا تشوف هنا فالمارجن الإضافي اللي أضفته بالإضافة إلى المارجن الحقيقي اللي بدأت فيه هذه البوتات هو دبل الكمية وأنا أقترح بأنه أقل شيء تضيف دبل الكمية علشان تنقص مستوى الليكوديشن وبالنسبة للإيثيريوم لأنه طبعاً الإيثيريوم في أثناء الهبوطات يحصل على هبوط أكبر فلازم تضيف أكثر فراح أقترح بأنه تضيف مارجن أكثر في الإيثيريوم خلونا نشوف هنا في بوتات الإيثيريوم على سبيل المثال هنا هبوط دورة الإيثيريوم تقدروا تشوفوا أنا أضفت هنا كثير خلونا أشوف المارجن ريديوس تقليل المارجن أضفت 10 ألف دولار وهذا طبعاً ما يقارب 200% من المارجن الرئيسي فأخليكم أجمعاً حاذرين وواعيين بهذا الشيء لأنه أنتم مش عايزين بأنه يتمع ماليكوديشن لكم ولكن طبعاً زي ما أنتم عارفين إحنا قاعدين هنا نفوز ونكسب أكثر وأكثر من هذه البوتات كل هذه البوتات الآن فوق 100% أرباح وبوت الإيثيريوم السريع اللي نفذ أمس 13 طلب شراء هنا في أثناء الارتفاع أمس أخذ الأرباح وبوت دورات الإيثيريوم ما قدر بأنه يأخذ الأرباح إلى الآن فحصلنا هنا بعدها على هذا الانخفاض وبعد كده تم تنفيذ بعض طلبات شراء فإحنا مستنين هنا علشان نحصل على أرباح أكثر ومستنين إلى أن نحصل على ارتداد آخر هنا لهذه البوتات علشان نأخذ الأرباح طيب زي ما أنتم عارفين جماعة لما حصلنا هنا على هذا الهبوط الكبير في البيتكوين والإيثيريوم بوم هنا للأسفل صفقاتي كانت تجمع طلبات شراء وبدل الخسارة زي ما حصل لكثير من الناس خسروا وتمع ملك وديشان لصفقاتهم ولكن بالعكس بوتاتنا هنا اشترعت في أثناء الهبوط وأخذت الأرباح في أثناء الصعود فهذا هنا كان فوز كبير لنا وطالما بأنكم في عندكم إدارة للمخاطر فأعتقد بأنه هذا هو دائما اللي راح يحصل مستقبلا كمان زي ما انتم عارفين أنا دائما مية بالمية شفاف معكم أوريكم خساراتي وأوريكم أرباحي وإلى الآن هذه البوتات هنا رابحة بشكل جيد جدا طيب على البيتكت خلوني هنا أوريكم بشكل سريع الأشياء على البيتكت طيب تقدروا تشوفوا أنا شفت بأنه واحد من المشتركين هنا المنضمين معنا دخل أرباح أكثر من عشر ألف دولار عن طريق استخدام هذه البوتات فألف مبروك لن آر تومسون لتجاوزها أرباح عشر ألف دولار فهذا بصراحة شيء رائع جدا طيب وكمان لكل الناس اللي قاعدين أو اللي عايزين يستخدموا هذه البوتات هنا على البيتكت في عندنا هنا بعض المقاعد المتاحة بعض الناس أغلقوا البوتات تبعهم هنا في الحساب الثاني توقعا للتقلبات الهائلة الكبيرة طبعا ما في أي مشكلة من ناحية هذا الشيء وفي الواقع إذا أنت مش قادر بأن يكون عندك إدارة للمخاطر أو إذا ما تعتقد بأنه راح يكون عندنا ارتفاعات فلازم بأنك تغلق بوتاتك إذا تعتقد بأنه راح نهبط أو راح ندخل في بير ماركت هائل فلازم بأنك تغلق بوتاتك ولكن بالنسبة لي يا أنا لسا أعتقد بأنه إحنا في بون ماركت لسا راح نحصل على ارتفاعات كبيرة للأعلى واعتقد بأنه هذه البوتات وإذا شفنا هنا على الأرباح فتقدروا تشوفوا بأنه في عندنا كمان بعض الأرباح الهائلة على البيتكيت كمان واللي فقط مفتوحة هنا ما يقارب شهرين فإذا عايزين يا جماعة تستخدموا أي من الستراتيجية تداول هذه هنا أول شيء تقدروا تحاولوا وتجربوا الوكي اكس تقدروا تحصلوا على بونس 60 ألف دولار بونس إداع اضغطوا هنا جوين ناو انضم الآن وبعدها بضغط زر واحدة تقدروا تعدوا كل هذه البوتات وإذا مش قادرين بأنكم تستخدموا الوكي اكس فجربوها على البيتكيت اضغطوا على هذا الرابط وإحصلوا على بونس 8400 دولار وبعد كده تضغطوا هنا على هذا الرابط اللي لسه فيه بعض المقاعد المتاحة وبعد كده تقدر تستخدم البوت اللي عايز تستخدمه وبعد أن تضغط على سبسكرايب اشتراك طيب الآن جماعة في بعض البيانات الاقتصادية البرش اللي راح تطلع اليوم وهذه هنا كمان بعض الأسباب لتخلي الأسواق التقليدية تهبط حاليا لأن الناس حاليا شوي خايفين بسبب النانفورم بيرولز اللي راح تطلع لاحقا اليوم متوقع بأنه ممكن تكون أقوى من المتوقع بمعنى أن الناس متوقعين أن التضخم راح يكون صعب يعني بمعنى أنه ما راح تحصل على انخفاضات أو تنقص لمعدل الفائدة كثير كما توقعنا لهذه السنة فهذا هنا شيء بيريش فإذا حصلنا على بيانات جيدة تطلع هنا فهذه راح تكون إشارة بيريش للأسواق نعم يا جماعة هذا هو الشيء الجنوني هذه هي الحقيقة الجنونية اللي نعيشها الآن ولكن نعم المتوقع بأنه لتريجير يلز راح تحصل هنا على ارتفاع فلهذا السبب الأسواق التقليدية بيريش شوية هنا سوق الأوبشنز لليو اس تريجيريز السندات الأمريكية كانت صاخبة يوم الخميس بسبب تقرير العام اليوم الجمعة فيعني بعض الدراما هنا في الأسواق أو في سوق الأموال التقليدية ورح نشوف إيش اللي راح يطلع من هذا الشيء ولكن حاليا مع الـ ATF فالكريبتو في الواقع وحش بحد ذاته وشيء آخر جماعة راح نتكلم عنه وهو أنه الـ OKX في خلال التقلبات أمس حصل على نفس الحجم على الـ Binance وهذا شيء غير اعتيادي لأنه الـ Binance في العادة تحطم كل المنصات الأخرى من ناحية الحجم ولكن الـ OKX ولهذا السبب يا جماعة أعتقد بأنه الـ OKX أكبر وأفضل منصة تداول موجودة على الإطلاق في رأيه أعتقد منصة الـ OKX هي أفضل منصة تداول بالنسبة لي وكماً الـ Bybit هذه هنا أفضل منصات بالنسبة لي ولكن الـ OKX وحش كبير حالياً فتقدروا تشوفوا بأنه كثير من الناس قفزوا من الـ Binance إلى الـ OKX وتشوفوا هذا الحجم الكبير على الـ OKX حالياً فهذا شيء رائع جداً نحن نشوفه أنا سعيد أني كنت من أوائل الناس اللي يتكلموه عن فوائد استخدام الـ OKX فهذا شيء رائع جداً طيب جماعة هذا كل شيء عندي لكم اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم